اشهدت معالي السيدة فوزيب عبدالله زينالة رئيسة مجلس نواب السياسة الخارجية البحرينية الفاعلة وما حققته من منجزات متنامية بفضل التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى واضفت معاليها ان رؤى جلالته رسمت نهجا يقوم على الاعتدال والتوازن للدبلوماسية البحرينية وصنعت نموذجا فريدا على المستوى العالمي يقوم على تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول واشادت معاليها بالدور الرفيع الذي يقوم به السلك الدبلوماسي لمملكة البحرين ضمن اطار الجهود المتميزة للحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب سعدت الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية الصديقة حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق لابراز المنجزات الحضارية التي تحققت في ظل البسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب الدور البارز الذي تقوم به سفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة الامريكية الصديقة في تعزيز اوجه التعاون والتنسيق المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية على الاصعيدة كافة من جانبه اشاد سعادة السفير بالجهود البرلمانية المستمرة والفاعلة لخدمة الوطن والمواطنين والارتقاء بدور الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية لبيان النهج الديمقراطي الرفيع والسجل الحقوقي المتميز لمملكة البحرين